هذه البنات حسوا بعدم الثقة بمظهرهم الخارجي بمرحلة من حياتهم واليوم رح نحكي بهذا الموضوع اللي كتير مهم رح نعرف كيف ممكن نحب حالنا وكيف نرضى بشكلنا الخارجي وليش نحن مش وثقين بحالنا وكيف ممكن نغير هالشي أنا من البنات اللي عانوا من هالشي لسنين من البنات اللي كانوا يتعلق عليهم وبوجههم على شكلهم والحمد لله طلعت من هاي الحالة وهلأ صار العكس تماماً صارت الناس تمدح بشكله وبسبب أشياء غيرتها فيني واللي رح أشاركك إياها اليوم واحد افهمي جذور المشكلة ما في دخان بدون نار نحن ما نولدنا ما عنا ثقة بحالنا اسألي أهلك عن لما انت كنت صغيرة وإذا عندك صور لحالك انت وصغيرة وشوفي قديش كنت مبسوطة تركدي كل مكان ومو فارق معاكي أي شي هاد أكبر دليل لثقتك بحالك من انت وصغيرة فنحن نولدنا وثقين بحالنا وحبين حالنا بفطرتنا واللي بيصير معنا فجأة منبلش ندقق بأشياء ما كنا ندقق عليها من قبل وأكيد فطرتنا كبنات منحب الاعتناء بالذات ومنحب الجمال لكن في لحظة بحياتنا خلتنا نبلش بأسوأ شي بالحياة اللي هو المقارنة انت شعرك كيرلي وبين الثاني شعرها ستريت رح تكرهي شعرك لأنه كيرلي وتبلشي تعملي متل ما أنا كنت أعمل أحرق شعري بالستريتنر لأنه بحس شعري مش حلو ومنكوش والأحلى هو الستريت بلشنا نحط تفاصيل وقوانين على كل شي حوالينا كيف الشعر لازم يكون وكيف لونه كيف الجسم لازم يكون وقديش الطول كل شي مندقق عليه طب من وين إجت هاي الأفكار كلياتها؟ بدي إياك المرة الجاي بس تطلعي برا على أي مكان وحتى وإنتي على تلفونك تطلعي حواليك وشوفي قديش فيه إعلانات وكيف كل فترة من الزمن بيختاروا بنات معينين بتفاصيل معينة يصوروهم لحظة كيف كل مرة اللي ترينز تتغير بفترة من الزمن الحواجب اللي رفيعة كانت أحلى شي فكل البنات والنساء اللي حواجبهم رفيعة كانوا يشوفوهم أحلى شي وهلأ بطل هالشي موجود صارت الحواجب الخميلة والبوشي هي الأحلى وشوفي كيف بعد أكم من سنة الحواجب اللي رفيعة رح ترجع موضة وأحلى كله بسبب التأثير السوشال ميديا والإعلانات عالم واسع ومصمم من ناس محترفين هدول المصممين هدفهم شغلتين واحد يخلوا الناس تضل تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي وتدمن عليها اتنين يخلوا الناس تشتري كمان أشياء فلما تشوفي ممثلة فجأة شهرت بتفاصيل معينة رح تشوفي كل البنات حابينها وتقرأي كومنس اللي أغلبهم بوتات مبرمجين يحكمت للبشر على فكرة رح تبلش تشوفي ترينز لناس بيعملوا نفس الميكوب بتاعها وبشتروا نفس أوعيها وبعملوا شعرهم مثل شعرها وبتبلش البراندز يجيبوها تعمل لهم دعايات والبنات رح يبلشوا يقارنوا حالهم فيها وبتفاصيلها وبأنفها وبشعرها وبكل إشي فيها لأنه هات صار معيار الجمال وهاي الدوامة بتصير دايما وفيك تقيسي وتشوفي لحالك كيف كانت الموضات قبل وقارنيهم بستايل المشاهير بهديك الحقدة فأول خطوة هي نعرف السبب واللي 99% بتكون بسبب المقارنة سواء انتي بتقارني بحالك أو حدا قارنك مع بني التانية واللي بوصلنا للنقطة اللي بعدها واللي هي وقفي المقارنة كل واحدة فينا عندها شي بيميزها عن التانية الشعر الكيرلي حلو والستريت والويفي حلو البشرة السمرى حلوة والبيضة والحنطية الله خنأنا مختلفين عن بعض لسبب فيه توازن بالحياة تخيلي لو كل البنات شكلهم نفس الشي كلهم اللي رح يصير انه ما رح يكون فيه جمال الجمال والانبيهور بيجي لما اشوف اشي ما شفته من قبل فمو حلو لو الكل كان عنده نفس الملامح حاليا مع عمليات التجميل والمعايير تاعت الجمال العالمية فعليا كل البنات شكلهم نفس الاشي وعم تصير هاي الملامح العامة كتير عادية بطل تطلع على السوشال ميديا كتير واعملي فولو للمشاهير اللي بيشبهه ملامحك هالشي رح يعطيكي فكرة كيف ممكن تطوري بحالك وتشوفي كيف عم بلبسوا ألوان معينة مثلا اللي تتناسب مع بشرتهم وكيف بعملوا شعرهم اللي بتناسب مع تأسيمة الوجه وبس تكوني بمكان وتشوفي بنت كتير حلوة أول ما تحسي حالك بلشت تقارني ووقفي وذكري حالك إنه هي حلوة وإنتي كمان حلوة هي مش مصابقة جمال كل واحدة فيكم فيها إشي بيميزها وأنا بأكد لك مية بالمية بتكون شافت فيك شيء وحكت عنه كتير حلو بينها وبين حالها وإذا ما عندها تقب حالها أكيد بتكون قارنت لازم نحنا البنات نوقف نقارن حالنا ببعض ونكره بعض بسبب هاي الأشياء ونفهم ونستوعب إنه كل واحدة فينا فيها إشي مختلف بيميزها وحلو فيها وكل واحدة حلوة بطريقتها ثلاث العناية بالنفس فيديوهات اللي قلوب مع بي الإنترنت هلأ وهالشي صراحة مخليني كتير مبسوطة لأنه بلش فيه وعي إنه كل واحدة فينا حلوة بس لازم تعرف شو اللي بيناسبها ما بتتخيلي قديش يمكن اختيارك لحلق معين ما بتناسب مع اللبسة كيف بيغير شكلك تماما كيف الشعار وفرقة الشعار بتغير مظهرك تماما الطريقة اللي بتحط فيها الميكوب الألوان اللي بتستخدميها الأكل اللي بتاكليه الرياضة كلها هاي أشياء بتلعب دور بمظهرك الخارجي بشكل كتير كبير فبلشي افهمي شو الأشياء اللي بتناسبك شو الأواعي اللي بتناسب نوع جسمك شو الألوان اللي بتناسب درجة بشرتك شو الأكل اللي بتناسب مع صحتك شو الفايتامينز اللي تخديها الرياضة والتمارين اللي لازم تلعبيها العناية بالبشرة إذا عندك حبوبك تير روحي على الدكتور جلدية استعيني بالخبراء وعالجي حالك من جوة لبرة هاي كلها أشياء بتغير بشكل كتير رهيب بعد ما تلتزمي فيها ولازم الشي تعمليه مش عشان بس بدك تغيري مظهرك الخارجي هات جزء منه بس لازم كمان عشان انت عار في قيمتك وبتحبي حالك وبتعتني بالأمان اللي رب العالمين أعطاك إياها رابع نقطة أقبل العيوب ما في حدا فينا ما عنده عيوب كلنا عندنا عيوب وهات جزء من كوننا بشر ولا ترد على أي حدا بيحسسك بعكس هيك لأنه كل حدا فينا عنده عيوب المفتاح بإنك تؤونت يعني تتقبل العيب وخليه إشي مميز فيكي بالحلقة اللي قبل حكيت عن سوبر موديل اسمها ويني هارلو اللي عندها البهاق المرض البهاق تاعل جل اللي تعتبر من أكتر الموديلز جمالا وفي موديل تانية اسمها لورين هوتن اللي عندها يعني فرقة بسنانها اللي قدام وأنا أقطب اسم المجلة فوق التي عززت مكانتها كعارضة أزياء في الستينات من خلال أسلوبها الرائع الذي عززته خواطعها المنفصلة خواطعها المنفصلة بمعنى السنين اللي قدام المنفصلين تعرفي أنه بفترتها صار موضة أنه هدول السنين يكونوا منفصلين أنا ما بحكي أنه نلحق وراء الموضة أنا بأصد أنه الناس بلشت تشوف الشي حلو وكله بسبب إشي واحد الثقة الثقة اللي بتيجي من التقبل تخيل لو عملت هيك بأي شي بتحسي أنه مش حاببتي ومو شرط تكوني مشهورة أو مدل فقط مجرد أنك واثقة حتى لو كنتي بتمثلي الناس بتشوف الطاقة مش المظهر الخارجي اسورة علي خيحكي لكاش عصدي يعني لما أنت تعكس طاقة إيجابية وثقة وحرية بالتعامل والحكي الناس رح تشوف هالشي مش العيب وإذا حدا نظل مدقق على العيب هاي مشكلة الشخص نفسه بثقته بحاله فيه بينات بيجننه كتير حلوين بس اسلوبهم بالتعامل وطريقة حكيهم بتنفر الواحد منهم والناس فعليا ببطلوا يشوفوهم حلوين حتى الشباب فاتقبلي عيوبك وأوثقي بحالك وإعرفي إنه هاي رحلة رح تحتاجي وقت إنك توثقي بحالك وبعيوبك وتتقبليها فأصبري على حالك خمسة اطلع على المراي أنا كنت من الناس اللي مستعدة تطلع على الشمس لساعات ولا أطلع على حالي بالمراي وقت معاً اطلع على المراي وبعرف إنه بتظلك تطلع على الأشياء المش حلوة هالمرة اطلع على الأشياء الحلوة وبالشي حكيها شوفي شو الأشياء اللي بتحبيها بحالك وإحكي لحالك إنه أول ما أطلع على المراي المرة الجاي بطي أطلع أول شي على هايذا الإشي وبعدين بلش شوي شوي شوفي الأشياء اللي ما بتحبيها وإعرفي ليش ما بتحبيها هل إنه إنتي شايفة مثلاً إنه عيونك لازم يكونوا برسمة معينة مش هاي الرسمة هل في شخصية معينة أنت بتشوفيها حلوة وبتشوفي إنه عيونك لازم يكونوا مثل عيونها هل في حداً قبل حكالك إنه عيونك مش حلوين هل في حداً تنظرين نظرة احترامة بيوم حكى إنه بيفضل رسمة العيون مختلفة عن رسمة عيونك وهالشي يأثر على الطريقة اللي بتشوفي فيها عيونك ذكري حالك وإحكي لحالك إنه مين بيقرر مين الأحلى ومين الأبشع مين عنده قدرة تتحكم هاي الرهيبة بحياتك وبالطريقة اللي بتتطلعي فيها على حالك المفروض توصلي لمرحلة القرف إنه حداً سواء شخص أو سوشال ميديا أو أي شي خلاك يتفكري بهالشي اللي خلاك يتفكري وتقاري وتضلك تعيطي وما تنبسطي بحياتك وترضي باللي الله كاتب إليك الرضا بالمظهر الخارجي هو من أهم خطوات حب الذات وحب الذات وتقديرها هو من أقوى الأشياء لتغيير حياتك للأفضل في خطوات وأشياء تانية لازم نركز عليها ونعملها عشان نحقق هالشي شوفي هاي الحلقة اللي رح تساعدك تحبي حالك شاركوني بالكومنتس الأشياء اللي بتعملوها اللي بتخليكم تحبوا مظهركم الخارجي أنا كتير مبسوطة أني جزء من رحلة تغيير تاتك ظلك مقامنة بأله وبحالك رح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة